اهلا بيكم وحلقة جديدة من بودكاست تاك سيك زمان واحنا صغيرين كان عندنا مشكلة فظيعة جدا مش هتاكل هنوديك للدكتور عشان تاخد حقنا مش هتسمع الكلام هنوديك للدكتور وهيفتح لك بطنك وهيعمل لك عملية كنا بنترعب من حاجة زي كده دلوقتي بقى جي لاختلف تماما عايز اقول لكم دلوقتي بقت الاطفال يا سلام ياريت نروح للدكتور ياريت نعمل عمليات موضوع اختلف تماما ليه بقى اختلف عشان معانا دكتور هو سوبر هيرو غريب جدا دكتور الاطفال بتحب تروح له دكتور الاطفال بتحب تعمل معاه فيديوز وتيك توك شخصية فريدة منها معانا مين معانا السوبر اتش والان مع المفاجأة مع المفاجأة دي بو خالد بقى تخش مع المفاجأة دكتور هشام عبدالقادر زيك يا فده اهلا وسهلا والله اتشرفت بتقديمها الجميلة بتاعتك خالص ولا اي حاجة خلص اوه ممشي بقى اوه ممشي لا احنا عايزينك شوية اه انت اوه ممتخور اه مش عايق بهزر بقى طول الوقت وبتحك وبتاع فما حدش بيدحك بيخاف الناس بتخاف منه وعادة يعني الناس يقولك ده شكله طيب ده شكله مش مقلق يعني كده دي حقيقة طيب دكتور هو الناس كلها عارفاك انك سوبر اتش بس محدش يعرف مين دكتور هي احنا نتكلم شوية جد في الاول ماشي بعد كده ايه 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 نتكلم شوية جد مين دكتور هشام عبدالقاتر شخص غلبان والله خريق طب 98 اوي ايه عايزة ترافقي تاني يعني احكيلي كده انت يعني رحلتك اا رحلتك رحلتك كده اوه والله طيب يا فندم كنت شاطر اا كنت طفل شاطر مع الاسف مع الالم وليه بقى كله طب ليه كله طب لقينا انا مش يعني ايام جيلي انا كان دايما الشاطرين دول هيتحطوا في قفص من اتنين هو يا طب يا هندسة قليلين اللي في دفعتنا اللي راحوا صيدالة وكده بس عادة طب هندسة طب هندسة وانا ما كانش ليه في حوار الهندسة الفراغية بقى والتحليلية ومكذوف مش عارف طار منين راح فين ويحسب لي سرعة ايه في الفضاء يعني انا منيش في الحاجة ما بحباش فدخلت طب بقى عندي حاجة تانية ساعدتني في ده انا جيت وانا في اعدادية عملت تقويم الاسنين وكنت بروح اعمله في كله الطب الاسنين جامعة القاهرة وبعدين عارفة بقى القرى والسازج اللي هو طفل في اعدادية داخل الجامعة وحرم الجامعة وتشوفي بقى الولاد والبناء جدا فبس فقلت لنفسي هو ده انا عاوز ابقى الاسنين وفضلت كده لغاية ما خلصت سناية عامة وبعدين جيت بقى نكتب الرغبات فبابايا بقى قال لي يعني يعني هتسيب بقى الكسم كله وتمسك السنين طب ما تخليك يعني طب ببشري فحاج ماش انا مش عاوز ده انا عاوز اسنين فقال لي طيب بص حولك احنا نكتب طبات كلها كده وبعدين احنا نحط اسنين ووعد خش كلية لو ما عجبتكش نحول اسنين انا حضرتك الدفعة الجميلة اللي دخلت كلية سنة الزلزال ينهر وكانت علامة واما محسوسين كانت علامة كانت مفروض افهم كانت مفروض افهم انها علامة فدخلت الكلية بعد ما فيش ثلاثة اسابيع ولا حاجة حصل الزلزال فكنت بقى ابتديت قريدي اكون شلة واصحابه فقلت له خلاص المعلم انا قاعد بقى قاعد مع صحابه عجبتني الطب طب انت هتجراح ولا طبيب اطفال لا انا ما قاليش في طب الاطفال ده ما عرفوش اصلا انا جراح اطفال وجراح الاطفال ده والله شخص مسكين جدا جدا لانه تخيالي ان انت عايشة مع مجتمع مش عارف انت مين يعني انا السنة الجاية ان شاء الله يبقى بقى ايه دي 25 سنة بشتغل جراحات اطفال ان شاء الله طب ما عرفش بقى سويل ايه موضوع سوبر اتش ده يعني دي انا حساها عقدة منذ الطفولة مثلا كان عندك مشاكل مع الدكاترا فقلت اتغير بقى ايه لا خلص يعني وجه نظر دكاترا مش من دكاترا العقدة يعني انا كنت وانا صغير بحب كده ماما نجوة وبقلز وماما عفاف وكان فيه ماما سامية تقريبا اه وفرناند اللي كان بيجي يوم الجمعة والكلاون والمهار يعني الجاو ده انا كان نفسي من زمان ان انا ادخله بس وانا طفل بقى ما عرفتش ادخله فقررت ادخله كبير بس يعني مش بس بقى ما جات بقى ودخلت سؤال بقى 25 سنة من امتى بقى اخترعت فكرة سوبر اتش او شخصية مش كتير هي دي سوبر هيرو يعني خلينا نوضح للناس بيقاتلك منين الفكرة بتاعت سوبر اتش دي اصلا ابدا يا ستي وماليكي عليها حلفان انا كنت قاعد في اماني لكن قدرحت اه وبعدين مدايقني جدا اللي انت قلتيه للمقدمة اللطيفة دي انه كل طفل جاي مرعوب من الراجل اللي حيفتح بطنه وحيعمل وحيقطع طب نحل الاشتباك ازاي يعني نعمل ايه ام فانا ام عاوز يعني عاوز اعمل حاجة يبقى جاي مبسوط جاي مش متضايق جاي عندنا حاجة نعملها حنبسط الدنيا يعني وندل على الجو بيبقى قصة سهلة طب انت قلت ان انت كان نفسك تبقى سنين وعدين الحمدلله عجبك الحل ليه بقى بقيت اطفال او جراحات اطفال بالزيت اه ما كانتش في الخطة يعني يا ميشال هو بقى انا عارف ان جراحة الاطفال حاجة حلوة وانا عاوزها هو انا بقى لو تلكيش لا وانت ما تعرفيش بقى ما عارفش بص يا ستي انا كنت من من الاوائر على دفعي كمان بقى تخيل يعني كنت في سنة رابعة والله كنت الاول على الدفعة وفي سنة ستة كنت التمنى على الدفعة وعارف بقى مع عيل شاطر بقى اه لأ شاطر بقى منكمل يعني اه فالترتيب النهائي ليا في الدفعة اللي كانت حوالي خمسمية وشوية من دفعاتنا صغيرة مش كبيرة بالنسبة للطب يعني كنت التمنتاشر على الدفعة فجينا هنختار تخصص يلا نختار بقى فانا عارف من الاول ان انا مش بطناجي يعني انا البطنة علم جميل جدا بس ده وده على فكرة ده الدكتور الدكتور بقى اللي هو اللي يلغوص في العين ويطلب تحليل واشعات ويقعد يبص عارفة الدكتور ده اللي هو مش انا طبعا اللي هو مش انا ما حب نهزر اه فده الدكتور انما الجراح ده راجل صناعي عين هند كرافتس عارفة الواد بيليا اللي هو بيقعد جنب الراجل اللي هو يقعد يدق على الطبق عشان يرسملك عليه مش عارفتي فنان اه يعني طبعا الجراحين عندهم artistic view يعني صحي ما ححكيلك بعدين هنعرف كل حاجة المهم يعني فانا عارف ان انا عاوز جراح طب جراحة ايه جراحة ايه جراحة ايه فقعدت يعني كانوا مدينينا وقت قليل قوي ان احنا نختار فخترت جراحة قلب على فكرة اه والله خطرت جراحة قلب وصدر واقعدت طول امتياز مش عارف قوي هاخدها ولا لأ لغاية ما جي يوم اللي هو هنروح بقى نقول رغباتنا اللي احنا اخدها خلاص مافيش هزار بقى وانا كنت العاشر قبلية هو برضو مختار جراحة قلب وانا الثامنتاشر مختار جراحة قلب فجيه هو وقف قال انا هاخد جراحة قلت له طب جميل جدا انا هاخد جراحة اطفال ايه بقى اللي بعدها يعني انت جات كده يعني ما كنتش عارف قوي التخصص بس الحقيقة لما دخلته ومين اصعب بقى جراحة الكبار الناس الكبيرة ولا جراحة الاطفال تصدقي ناس كتير فاكرة ان جراحة الاطفال اصعب باعتبرهم يعني كائنات اصغر وحجمهم اصغر وفرجايل قوي بس انا شايف العكس لا هو الرزق فيها اعتقد اعلى لا هو الرزق في الجراحات كله عالي بس يعني الاطفال عندهم حاجتين له زازج جدا جدا في وجه نظر يعني اولا احنا بنتولد عندنا قدرة ذاتية ربنا خلق هالك اول ما اتولدتي كده جات معاكي باكتج كده هدية خدي معاكي قدرة على ان خلاكي تتجدد وتنقسم وتلتأم وتنمو وتكبر يعني كل الفيلم ده انتي واخدها كباكتج مية في المية عند داي زيرو ولادة تستهلكي منه على مراحل عمرك فالجراحة مع الكبار هو جاي لي مستهلك شوية اللي عنده ده بقى هنعرف نعدي ولا مش هنعرف نعدي احنا ونصبنه ايه انما الطفل لأ الطفل عنده تقريبا مية في المية من المخزون فقدرتهم على انهم هيعدوا سيتيوشن الصعبة دي اسهل كتير من الكبار فانا شايف ان دي حاجة حلوة انا محظوظ فيها او يعني جراحة الاطفال عموما طب انت برضو ممكن استني بس اكملك لان الناس فاكرة ان جراحة الاطفال صعبة علشان الطفل مش هيجي يشتكي من شك ووضع لا اللطيف في المشاكل الجراحية عند الاطفال ان دايما فيها كلمة ماما هتقولها هي دي اللوجس هي دي الحكاية فلو انت مركزة في كلامها كويس مع الكلمة دي شكرا انا شخص خلصت القصة مش محتاجوا يقول لي اصلا يعني هي الام هي اللي بتيجي تقولها ايوة يعني اصلا الحكاية بتاعت الموضوع هي فيها حاجة واضحة جدا اللي هي تعرف تشخص القصة فانا شايف ان جراحة الاطفال اسهل مجد نظر يعني والله اعلم طب قول لي بقى 25 سنة جراح اطفال امتى بقى بعد 25 سنة بعد 25 سنة جراحة اطفال ايه اللي رابق امتى بقى جي سوبر ايتش بص يا سيدي سوبر ايتش ده يعني كنت قاعد كده فجأة قلت انا هبقى سوبر هيرو الاطفال لا انا هقولك الحقيقة يعني اعترف ان انا حصل لي تغير كلي وجزري حوالين وقت الكورونا يعني تحولت الى كائنتين تقريبا كلنا على فكرة اه يعني انا طول عمري بحب الهزار والضحك البتاع بس كنت ايه عرفت دكتور بقى اللي هو لازم تبقى كده كانوا بيخافوا منك وتقيل لا ما حدش طول عمري بيخافوا منك بس انا قصدي يعني ايه كنت اتقل من كده ما عبرش كويس ما ندميكش معاكي الدكتور يا ولد اوكي وبعدين قلت ليه طيب ليه انا عايشت الحياة كده ما انا كده خلاص انا بقى انا كده فالمهم سوبر اتش ده انا كنت عايزة اعمل حاجة بروموشنل للعيادة وزي ما قلت لك كل الاطفال خايفين او انت قلت يعني الاطفال خايفين من الدكتور فانا لاحظت ان الولاد كلهم حابين السوبر هيروز انا حاطت في العيادة شوية مجسمات كده السوبرمان وسبايدرمان وباتمان والشباب صحابنا دول فكل الولاد والبنات يحبوا دول ويروحوا ويمسكوهم ويسيب الدبدوب والبطوت يا شباب ده عشان السوبر هيرو هو اللي بينقز الاطفال تفتكري اه انا قلت كده شفت بقى انا قلت كده شفت انا انا رضيت عليك بديلك بس يا ستي فانا قلت طب ما ندمج الاتنين مع بعض ما نخلي الدكتور سوبر هيرو فعملنا كده لبسنا بدلة بقى والريد كاب والبطاعة والحركات وقلنا النقطة مين بقى اللي صمم لك البدلة انا صمم ده ديزاين بتاعك لا بس لا لا عمل يعني كان معايا شباب بلوطوف كده بيساعدوني في السوشيال ميليا وقتها ولفنا وروحنا وجينا ورسمنا رسمته دي لهشام وهو لابس بدلة طبعا الالوان التقليدية بتاعتنا السوبر هيروز هي الوان العالم الامريكاني فكان لازم يبقى احمر وابيض وزرق ايوه ايوه وبعدين نسميه ايه نسميه ايه اه اتش كلمة خفيفة على اللسان وعادة هشام بيتقاله يا اتش وبتاعه تعال اتش وروح يا اتش صعر ايوه شكرا بتقولي كده بيقولوا كلهم بيقولوا كده فقلت خلص يبقى سوبر اتش ورسمنا الاتش على البدلة انا شايفه فيه تاتتو كمان قبل اسم مش اتش مش اتش الاتتو ده قصة انا هحكي لك هنحكي ميش وبعدين عملنا الرسمة وكننا رايحين على ان احنا هنعمل ده انيميش اصلا بس بس اللي هو الدكتور بقى يتحول لسوبر هيرو يبقى منيمايز عارفة انت مان لما يتصغر كده يخش جوه جسم الطفل ويحارب المقورم ويحارب الدودة الشارسة اللي هي زايدة الدودية ويحارب مش عارف ايه وتاك تاك تاك ونطلع من جسمه وجوب دون وبعدين اكتشفت بقى الاكتشاف المزهل ان الانيميشن ده بحر كبير جدا وقصة صعبة ورسمه وانيميته والله قلتلهم كده فقلت طيب ما الفكرة ما نضيعهاش كلها بقى مش احنا رسمنا رسمة وبدلة وبتاع نروح لحد يعمل لنا البدلة اتشقلبنا بقى اتشقلبنا لغاية ملقينا راجل جميل كده باش موانس ايمن ده هو على فكرة اللي كان عامل البيضة اللي بتاعة مربوحة في رمضان من كم سنة تايجر والاكتوبوس والحركات دي فعملنا البدلة وابتدينا بقى خلاص هشام يلبس البدلة يبقى سوبر اتش ونروح نكلم بقى الناس هنقول ايه مش مهم بس هنروح نكلم الناس فده اللي عملناي سوبر اتش والنضارة انا النضارة دي لفتا نضارة بجيب مش انتي بس ومشاء الله انت بجيب كل الفريمز دي مني ده ما فيش نضارة شبه التاني عبير 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 هي اللي بتجيب للنضارات والله مين عبير عبير كائن لطيف برضو كده اكتشفت الباشن بتاعتي للنضارات وابتدينا نلعب مع بعض هي بتطلب حاجات هي طبعا الفريمات دي لا يمكن تبقى نظر في العادي يعني الفريمات دي عادة ايوة دي معمولة ازاي دي نضارة شمس ومش هتلاقي الاشكال دي في النظر بس قولنا هشام بقى بيحب الالوان والبتاعه فهنطلب كل الشمس ونقلبه نظر بس موضوع سهل جدا بس كده عبير 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 شكرا يا عبير خلينا بقى نعرف كده مع بعض اياتك شكلها ايه الولاد لما بيدخلو لك هو انت عملت طبعا شهرة فضيعة جدا على التيك توك يعني التيك توك ما شاء الله ملايين 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 فيديوز فضيعة فهل الاطفال بتلبوك بالاسم يعني يعني عايزوا راح دكتور اتش ولا بيعملوا ايه يعني احكيني كده عن عيادتك الجو بتستقبل الاطفال ازاي بتاع معهم ايه موضوع بتيك توك ده هنتكلم فيه برضو بس انا عايز اعرف العيادة الولد بيخش لك كده الطفل بيخش لك بيبقى متوقع منك ايه وهل فعلا تحدي طلبك بالاسم يا شيخ يا عبالي ما يطلبوني بالاسم والله انا متأكد ان او بيطلبوني يا جهانا عايز راح دكتور ايش العيادة العيادة انا عارف انت شفتيها يعني بتطلع في فيديوهات كتير في التيك توك كلها كندس ومصصات والعاب ومجسمات وبتاع الحمد لله وحتى برغم ان انا جراح ما عنديش ولا شاش وقطن ومقص انا ما عنديش حاجات دي في العيادة خاطئ ايه ما تتقولي بتاعهم معهم ايه مدعمل فيديوهات حركات غير فيديوهات ماشي ماشي يعني يعني هقولي العيادة انا بشوف انه الكفاية قوي انه هو اصلا خايف انه جاي للدكتور الجراح فما فيش داعي بقى نغلس عليه ونطلع عينه وان احنا كمان بقى نملهاله مقصات ومشارط وحاجات يعني ملهاش لازمة فالحاجات دي خليها المستشفى فالعيادة كلها العاب كلها مجسمات كانديز حركات هنرسم هنلون اه اه يعني بقى مش الكشف بقى واشوف وبعد بنحاول نعمل الحاجات دي على الجانب بطريقة ازاي بقى بطريقة حالة اللي هي المهلة بقى اوك لا يعني قصدي بنكشف والله وكل حاجة بس بحاول نكسر الخوف والرهبة اللي عنده بان احنا نعزم بكانديز تعالى نتصور تعالى نعمل فيديو وبعدين نكشف بس فيه اطفال بيبقى خايف خلاص انا والله عزمت وعملت وكل حاجة عنوم نكشف بقى وخلاص يعني حالي عمل ايه بقى الحمد لله فيه اطفال بييجي جاي يعني لما ابتديت عمل التيك توك جاي عارفك لا وابتدى كمان اللطيف في ولاد بقى انا منطلك انا بشتغل القصة دي من زمان فيجيلي انت عامل لي عملية من سبع ثمان سنين اوه انت ليه ما عزمتش عليا وقتها ان احنا نعمل فيديو تيك توك انا عاوز اعمل طب حاضر والله انا عزف انا ما عملش نعمل كده بس نعمل فابتدينا يبقى فيه حركة في العيادة لهدف تاني غير الكشف وغير العمليات وغير القصة دي ان احنا نعمل فيديو ونعمل فن ونهزر ونلعب ونتصور ودي لقطة يعني انا مستمتع بيها في حياتي جدا دلوقتي اكتر من شوية والله انا بشوفك كمان بتعمل تيك توك مع يعني اللي بيشتغلوا معيك اه نادية اه نادية بطلة يا جماعة ازاك يا نادية منورة نادية اه نادية فنانة ده فيه لعلمك فيه ناس بيقولولي على تيك توك ان احنا بنتبعك عشان نادية والله اه والله ما شاء الله طيب اكيد اكيد اتعرضت للتنمر اصل ايه ده يا جماعة دكتور ايه مفروض دي بقى دكتور جراح كده ومالي مركزه بتاع تطلع بسوبر مان وندارة اكيد اكيد طبعا اتعرضت للتنمر خالص ولا حصل خالص ولا حصل يا جماعة ده التنمر ده حاجة استيما من سمتنا ده احنا بنكله كل يوم السوء اه يعني لا يعني بحذر طبعا لا يعني اه اتعرضت بس يعني تعمل ايه بقى ولا حاج ولا كأني شايف ولا كأنك شايف طب ايه رأيك في الاطفال اللي بيتنمروا عليهم وكده جالك حد مثلا ما عادي انت بما انك بقى بتبقى صديق الاطفال يعني حدش مثلا مرة اشتكالك من حاجة بتاع ايه رأيك عمتا في تنمر الاطفال او على الاطفال على الاطفال خصوصا كمان المرضى لا يعني حاجة ما عرفش ليه يعني ليه انا كمجتمع اصلا افكر ان اعمل حاجة زي كده او اوافق عليها انما بيحصل للأسف كتير الاطفال اللي اللي تلاقيهم مثلا زيادة في الوزن شوية ايه وبشوف ده كتير كتير احنا عندنا مشاكل مجتمعية يجب ان نعترف بيها يعني انما طيب هنحلها ازاي باعتباري يعني دراسة طب يعني انت ندمان لا خالص خالص الطريقة العلمية لأي حل مشكلة اولا تأكنالج تعترف ان عندك مشكلة تمام صح ما انا انا لو انت طول الوقت بتقوليلي يا قصير يا قزع يا قزع بس انا مش شايف ان انا عندي مشكلة فانا مش هروح للدكتور يكتب لي هرمون يطول ايبا صح فانا لازم الاول اعرف ان انا عندي مشكلة طيب ثم نمر اتنين بعد ما اعترف ولازم اعترف من غير اقلام من غير اعترف ان انا انا هقول كل حي ان انا اروح ادور بقى على حلول اه طيب فاحنا التنمر ده عندنا مشكلة يعني مش صغيرة في المجتمع اللطيف ده بس يعني نحاول نحاول ان احنا نسابورت الولاد اللي عندهم مشاكل اللي بيتنمروا عليهم انه حبيبي انت كويس وزي الفل والله ويعني ما فيش احسن بنا و انت مش تعبان ولا حاجة وانت زيك زي كل الاطفال ويا الله تعالى يعني هما بيقولوك كده طب ايه لو مضايقك تعالى نحلها بس كده بتخاف من الحالات يعني مثلا في حالة جاتلك انت حسيت ان انت مقلق كده ان انت تعمل لها عملية او يعني حاسس ان الحالة ممكن مثلا ما تنجحش مثلا مع عملية بصي طبعا ما فيش شك ان في حالات بتبقى صعبة وبتبقي قلقانة منها بس انا اعترف برضو ان انا حتى زميدي يعني انا طول عمري ما بخافش ما بخافش بمعنى يعني انا متوكل على الله انا هعمل قدر استطاعتي وحكتهد جدا واحنا ونصبنا بقى بس مش برفض حالة يعني عمري ما رفضت حالة او بالبلدي كده بيقولو في مجال طب تزحلقها يعني تقول لهم يروحوا عملوا حاجة وروحوا لحد تاني مش عارف ايه انا مش بعمل كده يعني هنجتهد كلنا مع بعض وربنا ينساهل لنا ان شاء الله طيب قولي كده عن اكتر حالة يعني احنا مش عايزين نتأثر بس فعن اكتر حالة انت حاولت معاه بكل الطرق ومنفعش هو في ولد معلق في زاكرتي جدا جدا هو وقصيته انا مش عارف حكيتلك ولا لا بس انا عادت سنين من عمري بعمل عملية صعبة او في الطب عموما يعني اسمها زراعة كده اه طبعا دي اصعب حاجة في الوجود وتعملي ده الاطفال بقى طبعا ففي ولد من كم سنة كده انا كنت بزرعتله كان عنده كم سنة وقت ما زرعتله كان عنده 14 مثلا وبعدين بعد سنة من الزراعة الاولانية حصل مشاكل في الكبد المزروع وهو كان حل الوحيد للمشاكل دي نحن نعيد الزراعة تاني فكان قرار صعب مبدئيا وبعدين برضو في مصر احنا بنعمل زراعة للكبد من متبرع حي ما عندناش زراعة من حد حديث الزفاية ففكرة اصلا ان احنا نزرع تاني من متبرع تاني قصة مزعجة جدا وصعبة انما سبحان الله يعني عرفنا نلاقي متبرع تاني وعرفنا ان نوصل للمرحلة دي ودخلنا نعمل عملية خدت تقريبا 16 ساعة متواصلة يعني دخلنا 8 الصبح انا خارج الساعة 10 بالليل في لحظات كتير انا ما كنتش متأكد انا حارف اخرج يعني كانت عملية صعبة صعبة خلت وقت ومجهود وكان نفسي جدا جدا مع الجهد ده ومع الاسرة دي ان احنا نعدي خرجنا قعدنا في الرعاية حوالي مثلا ايام ما كملناش وسبوع يعني واتوفق بس يعني اتأثرت جدا يعني لان كان نفسي قوي يعني لانه هو واحنا والاسرة كلنا عملنا مجهود جامد قوي بس الحمد لله يعني ما كش حاجة بديها عند ربنا اكيد طبعا طيب ما بتخش عليك حالة ده اولك هو انت حاس الحالة دي مش نفعة مش مستعصية خاصة بتقولها الاهل ازاي بتمهيد لهم ازاي بوسي انا في الحالات الحقائق الطبية انا ما بحبش في بعض دكاترا زمايدي بيحاول ان هو ما يقولش المعلومة ستريت نلفة حواليها بس انا بشوف ان ده مش صح يعني لما يبقى عندي مشكلة تاني لازم اعترف ان انا عندي مشكلة فان انا محاولاتي ان انا الفة حواليها مش اصح فكرة فانا مش بقول ان انا صادم بس يعني بحب اروح للفاكتس بصراحة وبوضوح ونتكلم هل في حلول مفيش حلول نشوف يعني انما انما يعني بروح لأقصر طريق اللي هو المصارحة الواضحة الصريحة عندنا كذا نعمل كذا ولو الاهل رفضوا خلص عندنا بس مشكلة برضو حصلت عندنا مشكلة برضو في المجتمع ده فيما يتعلق بالطبع ان احنا بنعلق القصة على على الدكتور يعني ايه لقدر الله اي حد انت تعرفيه يقولك انا رحت للدكتور فلان وبرغم ان انا رايح للدكتور اللي مش عارف ايه اللي دفعت ورحت وجيت وبتاع الا انه حصل كذا طيب ما هو يا فاندم هو الشيفة ده من عند مين عند ربان طب ليه انت ليه الحقيقة البسيطة دي احنا مش يعني انت ممكن تروح لكليفلند كلينك يا سيدي في امريكا وروحت ومش هم بدول يعني اهل الطب والبوبات بتاع الموضوع بس ربنا مش رايد لك الشيفة مش هتشوفه وممكن تروح لأصغر دكتور تحت بير سلم فين في مش عارف ايه ويحصل اللي ربنا رايده يعني قصدي تاني هي هي كلها قصة about اجتهادك واجتهادي ان احنا نلاقي حلول لمشاكلنا دي هذا الاجتهاد مش بالضرورة يكلل بالنجاح خالص هو انت عليك السعي بس مش عليكش حاجة تاني فطالما انت سعيد طب ما هو حضرتك كولي امر لازم تتقبل النتيجة ان احنا سعينا وبالضبط النتيجة دي مش بتاعتنا فيعني بيبقى فيه شوية مشاكل مع الاهل شوية بعض الاهل يعني يعني انت صادفت ناس ايه طبعا طبعا ما حدش مارس الميلة دي في مصر ما صادفش يعني المشاكل دي اكيد طيب موضوع تيك تاك بقى وانت بولد داخل يعمل عملية يا جماعة بهيبة كده ولبس الجون لازرق وبعدين عمينا نعمل تيك تاك ونهاز بيتحفزهم امتى الحال يحفزوا امتى ويعملوا تيك تاك امتى واصلا دخلين ايدنا على قلبنا اللي علمني تيك تاك الولاد هم اللي قالوا لك اه ايه علموني كمان تريكات في التصوير في ازاي تبطق الفيديو وفي ازاي تقطعه يعني فيه سكيلز كتير قوي في الديك تاك انا تعلمتها من الولاد سؤالين مش من حد كبير انت ما سبتش انا شايفة فيه رضع بيدخلوا رضيع دخل الشاي اللي هو بتاعمها في تيك تاك يعني غريبة شوية ليه ليه بالعكس انت شايف ان انت الدكتور الوحيد اللي بتعمل كده لا طبعا بقى فيه في حد دايك بيام كده بتهيألي اه طب خلينا نقول ان انت اللي اخترعت الموضوع لا خالص لا حاشا لله يا بنتي هتوديني في دعية لا انا انا الشخص الضعيف انت اللي مخترع الموضوع بصي هو اكيد ان الولاد لاطفال مدياني مساحة اكبر للحرية الحركة والجنان يعني مع راشة تشوفتي الفيديو اللي بنوتا عملنا هندي ايوة شخصة اه نبستها كلها وبعدين انا طب اجيب ساري هندي منين اجيب ساري هندي منين فاروحت جاي بالغطى الازرق اللي بنحطه على ترولي وهو ده اللي لبس فا يعني تاني المساحة مع الاطفال هي الفكرة ان انت بتعمل كده عشان خاطر تخليهم ما يخافوش تكسر رهبة يعني ايه قدة عمليات مش بس كده انا لسه الاسبوع اللي فات عملت فيديو مع الولاد واحنا رايحين العمليات اللطيف بقى ان الاسرة كلها نازلة معاه للقودة العمليات الجد الجدة بابا ماما وعملين يصوروا ويدوكيومنت الفيديو وبعدين خرجنا من العملية طول الكامي يوم اللي بعد العملية والريكوفري لغاية ما بقى كويس الحمد لله هم عملين يتصلوا بيا ويبعتولي على الواتساب شفت الفيديو وصلي كام انا شفت حاجات تمانية مليون اه شفت الوديو انا عاوز اقولك ان هما مش مركزين مع انه هو فيه الم بعد العملية مش مركزين مع انه مش حصل ما حصلش بطني واجعاني مش عارف ايه انا مركز مع الفيديو والمشاهدات وصندل فين وروحنا الفين تعدينا عدينا كام يوم بعد العملية انا جايلي بعد الاسبوع من العملية اه زي الفل يعني هو مش مركز مع القص فانتي الديستركشن البسيط ده اه في وجهة نظري لطيف جدا جدا انه يخليكي تعدي من الموضوع بسهولة يعني دون مشاكل كتير والله اعلم طبعا نا يا دي حاجة اوت في دا باقس يعني دي حاجة ما حصلتش قبل كده طيب انت عملت حملة بتقولك ما حصلتش ايو ما حصلتش حاجة اختراع ايو ما حصلتش طيب انت عملت حملة اطلقت عليها انا يا فندم اطمن انت مش لوحدك انا ايو اطمن انت مش لوحدك انت طمينتي طيب انا طمينة جدا ايه الحملة دي كلمني عنها اطمن انت مش لوحدك يعني يعني تخصلها قلني عبارة ايجات لك برضو فكرتها منين كلها افكار ان احنا نحاول تاني نلغي الالم انت مش لوحدك يعني انت مش لوحدك يعني كلنا عدينا في السكة دي بس عدينا بطريقة قلطف شوية فتعالى جوين اس في الرحلة بتعمله ايه بتعمل ايه هو الفيديو ستيك تاك حركات نهزر نعمل علشان نعدي من الامنا ومن مشاكلنا ويا ريت والله كلنا ناخد هذي المخدرات اللطيفة اللي خلينا يعني نحسش بالالام اللي احنا هشين في الجيرني اللي بتاعتنا في الحياة يعني بدون صعوبات كبيرة يعني انت شايف ان انت دكتور هشام او سوبر اتش هيغير فكرة الجراحين والدكاترة في مصر مش شايف ده بس بدعوهم لده يعني يعني ابدأ بنفسك انا بابتدي بجهد والله قادر تعمله اهلا وسهلا مش قادر اعمل اللي تقدر عليه بس وكلنا يجوز انه هيجي دكتور تاني هيخترع حاجة تلطف من اللي انا عملته وتبقى انجح يا ريه هي كلها افكار هدفها ان احنا ننشر الايجابية وننشر البهجة والسعادة لان الشغلانة كلها مزعجة it's about شخص المعاناة بتاعة شخصتين it's about المعاناة بتاعة شخصتين فما فيش داعي ان احنا نزود الالم والمعاناة ونحاول نلطف الامور لان هي الامور لوحدها رزلة دكتور انت ليك اعداء ما عرفهو مش مش عاوز اعرفهو بس انا حاسس انه ليه اعداء اكيد فيه يعني وما فيش حد ولوش اعداء راضي عن نفسك بنسبة قدي بدرجة كبيرة بدرجة كبيرة الحمد لله يعني انا مطسوط ان انا انا قدر اقول ان انا عايش الحياة بطريقة انا مبسوط بيها بغض النظر عن الاخرين مبسوطين ولا لا as long as ان انا مش بأزي حد فهي حياتي انا صح فانا عايشها بطريقة انا وبالتالي طالما مش بأزي حد خلاص ما لكش فيه بقى نعمل لانا عاوزه طيب ناوي تعمل شخصية تانية او يعني ناوي تطور اكتر ولا خلاص كده انت استكفيت لا لا خالص عندي افكار كتير ناوي تعمل ايه بقى مع الاطفال او في مجال كراحات الاطفال ناوي تطور ازاي شفت انا بقولها لك بقى ايه مهنيا اه ونفسيا اطفال كمان لتنين اشتبعي لا نفسيا انا يعني عندي مشاريع ناوي ان انا نعملها ان شاء الله مع الاطفال كلها سوشيال ميديا معظمها يعني عنشان نحاول ان احنا تاني ان هما يركبوا معنا هذه المركبة اذا كانت لطيفة بالنسبة لهم علشان علشان حاجات كتير يعني عندنا مشكلة مع الاطفال في مصر ان احنا محدش بيكلمهم معترفة اه اه جدا جدا وستيبنهم مع نفسهم بقى على السوشيال ميديا يقولوا وما يقولوش ويتفرجوا على اي حاجة طيب وعملين دابدب في الارض وزعلنين انه محدش بيكلم يعني وتنزل لمستواهم وتقولهم اي حاجة يستفدوا منها فانا ناوي اعمل دا او يعني بحضر لده بحضر لحاجة تانية في مجال الطب لاني برضو عندي مش هايز تسافر برا مصر لأ طيب عندنا مشكلة تانية في الطب في مصر ان احنا كلامنا رزل وصعب يعني اقولتلك دلوقتي بانكرياس اه ايه ده ايه ده ما انا عارفه ايه ايه بيعمل ايه ده والله ما عارف هي ازاي ده انا انا عارف اقول يا فو انا اقول كل حاجة فما تيجي نحول البانكرياس ده لحاجة بتتكلم وشخص ندير حوار معا الوا وبالتالي نبتدي ندخلك معلومات انت تعرفيها عن طريق افي و وسكتش وحركة وحاجات لطيفة كده تخلي المعلومات تسبت بس شوية ان هي معلومات طف وصعبة فيعني ده اللي انا بحضر ان انا اعمله ان شاء الله ان شاء الله ربري وفاقك دكتور بجد انت شرفتيني النهاردة انا اتشرفت سيكا سيكا اشوفت بعه انت في علاقات في حياتك انا والترصار بس جدا بيش اي تاكسيكات تانية لا الحمد لله خالص شرفتيني يا دكتور انا اللي شرفت والله شكرا لأسف خلصت حلقة النهاردة اشوفكم في حلقة جديدة من تاكسيكا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة